اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للمؤد رئيس مجلس مناء المؤسسة الخيرية الملكية على أهمية الكفاءة البحرينية وعطائها المتميز عطائها المتميز في مختلف القطاعات وتمثيلها المشرف لمملكة البحرين في المحافل الدولية والعالمية جاء ذلك بمناسبة حصول الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية على درع المبدع العربي للعام 2016 من قبل مؤسسة المنجزين العرب بجمهورية مصر العربية وقد ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد جهود الدكتور مصطفى السيد في تنفيذ توجيهات السامية لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه في تقديم العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين ودعم الشعوب الشقيقة والصديقة من مختلف دول العالم كما أشهد سموه بعطاءات الدكتور مصطفى السيد المتميزة وإسهاماته البارزة في تطوير العمل الإداري والصناعي والخيري وإسهاماته في تعزيز المبادئ والقيم النبيلة في نفوس الأجيال الناشئة من خلال كتاباته ومؤلفاته في المجالات الإدارية والثقافية والأدبية وتأليف قصص الأطفال وما تجتمل عليه هذه المؤلفات الموجهة للأطفال من مبادئ وقيم النبيلة تغرس في نفوسهم وتحثهم على السلوك الإيجابي والتعاون ومساعدة الآخرين من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد بخالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تهنئة سموه بهذه المناسبة معيبا عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الكبير من قبل مؤسسة عريقة تعنى بالإنجازات والإبداع العربي واعتبره تتويجا لمسيرته العملية مهديا هذا الإنجاز إلى عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية مشيدا بالدعم الكريم الذي حظي به شخصيا من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد مثمنا دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مؤكدا بأن هذا التكريم ليس لشخصه فقط وإنما هو تكريم لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا متمنيا أن يكون هذا التكريم محفزا لتكريس القيام والمبادئ النبيلة في نفوس الأجيال القادمة لتعزيز السلوك الإيجابي وتحفيز التعاون ومساعدة الآخرين اشتركوا في القناة